اهلا بحضراتكم في فقرتنا التانية والاخيرة هيكون معادنا مع الفقرة الرياضية واللي هنتكلم فيها عن مشوار الاهلي في كاس العالم الاندية وتأهلوا لنصف النهائي بعد فوز المستحقة على التحاد جد من نتيجة 3 واحد امبارح واكيد طبعا نتكلم كمان عن اخر اخبار الزمالك وباقي الفرق المصرية كل ده واكتر هنعرفه من دفنة اللي بنوارنا الناقد الرياضي عبد الرحمن بدر وصباح الورد عليك يا أستاذ عبد الرحمن صباح الورد عليك قبل ما نبدأ مع بعض كان في مدخلة مع زملتي سلمة مع دكتور عثمان ابراهيم على الهاتف حالم اعتقد وهو كان توقع النتيجة بالزبط 3 واحد خلينا نروح نشوف المدخلة ونرجع تاني لأستاذ عبد الرحمن توقعات حضرتك كم كم للماتش الجاي لنتيجة بحب التوقعات جدا في صباح الورد ودائما توقعاتنا صح يا دكتور خلي بالك ان شاء الله اه ان شاء الله مرهب تبقى صعبة جدا جدا ملاك ان شاء الله يعني عمل الفردنا الجير يوفق الهاب الاهلي مم تزول شلالتها واحد في هذا اللقاء ان شاء الله ويمبرك لهم كده اليوم السبت ومصدر عايزين ثلاثية برضه عشان نعمل اه ان شاء الله اه ان شاء الله ان شاء الله الهاب تلافة وحسين دلائه لحسب توقعات ان شاء الله يعني طبع الناس مفتون ده موفت اوه في تفاؤل لكن ان شاء الله أنا باهل عند الحد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بالتأهل القابل النهائي للمرة الرابعة على التوالي وخلي ياتي الحاجة دي أرقام قياسية محدش حقا غير أهلي شافي عبد الرحمن العظم واللي احنا بنعملها في صباح الورد يعني توقعات دايما في المحلة لا مش جديد عليكم اه مش جديد خالص طب كلمني بقى انت كنت متوقع النتيجة ولا توقعت كم كان لا انا متوقعتش نتيجة بس انا يعني في الأسبوع اللي فات كزا حد من أصدقائي قابلني الآن شجيين الأهلي حنيعمليه معهم بنزيمة معهم كانتي معهم جوتا معهم فابينو حجازي رجع وحمد الله بره الفريق فعلا فريق قوي ورومارينو وكورنادو فرقة تقيلة جدا وبتسبب خطورة كمان الأهلي في آخر ثلاث مباراة لي قبل ما يروح كاسة عامل لندية محققاش الفوز هم كمان كانوا عاملين أجواء كبيرة جدا هم يكسبوا المواتشة طبعا فرقة صرفة 121 مليون في الانتقالي لازم يحملوا أجواء وجايب معاه ثلاث لعيبة واخدين كاسة عامل لندية قبل كده كانتي وفابينو وبنزيمة ثلاثة معهم كاسة عامل انا بالنسباني كانوا الرد ثابت لهلا هيعدي هو الأهلي معودنا على كده طب انت قبل ما نبتدي الهواء لما كنت بقولك انه في مدخلة وتوقعنا الصح وكده قلت لي ده بيبقى دايما احساس انت حسيت من جواك ان هيبقى كمكين او كان عندك يقين ان ايلا هيحسن او ثلاث صفر لأهلي في الممعة بداية الماتشا او كي انا انا قبل المباراة كان برضو يعني في آخر وقت كده بدأت تحس ان الماتش ممكن يكون فيه شوية ضغط على الأهلي لأن اللعيبة تبت Lap decide انها مطالبة انها تعمل حاج في حين ان في الواقع الأهلي وives او مطالبة بأي شيء ايش معنى؟ هو فريق حقق كل حاجة في البطولة دي حقق كل حاجة يقدر عليها في البطولة دي اوكي طب كلمني عن مباراة الأهل المبارح وتحيد جدة بقى إنت شفتها إزاي؟ إحنا طبعا الحمد لله جايبين ثلاث أهداف وهم هدف واحد وشوفنا بصراحة يعني إبداع من لعيبة عندنا علي معلول وحسين الشحات والمعشور قدوا بشكل يعني متميز الحقيقة حكي لي بقى قولي وجهة نظرك في المباراة والله أنا شايف أن أهم عنصر في الفوز الأهل المبارح هو مرسل كولر المدير الفني الراجل بيواجه انتقادات شرسة بقاله تقريبا شهر أو شهر ونص الناس كلها بتتكلم عليه في مصر كولر لازم يمشي كولر ابتدى يعمل مشاكل عمل مشاكل مع كابتن سيد عبد حفيز قبل ما يمشي وهو السواف في مشايانه دلوقتي عمل مشاكل مع اللعيبة وكلام كتير بيتقال وأحاديث كتير بيتقال على الراجل وبدأ ينزل بعد ما كان هو المدرب الأهم في مصر دلوقتي أنه بقى أكتر مدرب بيتم انتقاده لمجرد أن الراجل فيه بعض التعثرات حصلت للفريق هي خارجة عن قراته في وقت معين كان الأهلي عنده مشاكل هو عالج المشاكل دي انتقلت لمشاكل تانية فردية من اللعيبة فهو الراجل قدر أنه يحافظ على هدوءه في كل الأجواء دي وفي كل الضغوطات دي هادي جدا مش مركز مع أي كلام بيتقال حواليه وده بيحصل برضو لإدارة النادي الأهلي اللي هي ما وصلت لهش أي إحساس إن احنا القانين فالرجل دخل مباراة مبارح أنا مركز على المباراة أنا عارف أنا هعمليه كويس بدليل اختيار أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب إن كان كل الكلام من علي معلول نقطة ضعف علي معلول كبر السن لما بيتقدم في الهجوم النادي الأهلي لو بيتقدم للهجوم بيتأخر في الدفاع شوي فهم بتحصل صغره وراه فابتدى إن هو اشتغل على المباراة كويس جدا وحضر لعيبته بشكل جيد فهو رغل لعيبه عن الضغوطات أبعدهم عن أي ضغوطات ما كانش فيه لاعب واحد حاسس بالضغط نزلوا المباراة مركزين جدا على هدفهم مركزين على أخطاء التحجات ده ومشاكل دفاعهم فإدر الأهلي إن هو حق الانتصال بس أنت كنت متوقع الأداء الهايل جدا ده من نادي الأهلي كنت حاسس بإيه أنت كنت حاسس إن دالها يحصل يعني مش بنفس السيناريو بتاعم باقي بس كنت متوقع جدا إن الأهلي هيقدم مباراة قوية وعارف إن الأهلي إن الأهلي على طول في الموعيد دي هو جاهز وعارف وبيعمل إيه الأهلي متمرس في كاس العالم الأنداء دي المرة التسعة لي المرة التسعة جمهور الأهلي بصراحة يعني كان ليه دور كبير جدا في هذا النجاح يعني إحنا شفنا إنه كان بيلعب مش على أرضه ولكن الجمهور من وجهة نظرك يعني كان دعمه شكله إيه يعني دايما الجمهور بيفرق مع الفرقة يعني جمهور الأهلي هو دايما بيفرق مع اللعيب لقيت الأهلي في أوقات كتير جدا وفي مباراة كتير على مدار تاريخه ما كانش الأهلي بيبقى الطرف الأفضل في المباراة لكن الجمهور بيخلي اللعيبة تكسب إنه حاسس إنه فيه ضغط عليه من الجمهور أنا لازم أكسب علشان الناس دي الناس اللي قاعدة تسعين ديئة وقفين على رجليهم ما بيعملوش أي حاجة إنهما بينادي علي بيهتفوا باسم في مشاهد مهم أول جمهور الأهلي أنا فاكره بعد الخمسة صفر من سانداونس في 2019 في مباراة العودة ما تش خلس واحد واحد أو واحد صفر أعتقد الأهلي لعيبة الأهلي عاملين فضيحة خارجين من البطولة بفضيحة جمهور الأهلي بينادي عليهم بيسقف لهم خلاص صفحة قفلت هي دي الميزة اللي بيعملها جمهور الأهلي بيخلي لعيبته واسقة من نفسها وبيخلش الضغط اللي اللعيبه فجمهور الأهلي مبارح كان عامل كبير جدا خصوصا إن المباراة في ملعب الفريق الخصو مش على أرضه بس أو مش في دولته بس على ملعبه اللي هو بيلعب عليه كل مبارياته في الضغط فجمهور الأهلي قلل الضغط على اللعيبته خالص وخلى اللعيبة إن هي مركزة على المباراة بس بنتشغلوش بالجمهور فهو قدر يحب الكده طب لو تكلمنا عن تشكيل الأهلي مبارح فنيا وهنبدأ بقى من الشنوي رأيك إيه؟ حاضر كالعادة قال إن هو في ضربة الجزاء أنا ما كنتش متوقع بصراحة إنها تتصد لأن شنو عنده مشاكل في المنطقة دي مش دايما ضربة الجزاء بتيجي معاه يعني ضربة الجزاء نقدر نقول هي غيرت نتيجة الماتش من وجهة نظرك؟ طبعا لما دخل قط اللبس واحد صفر على التحاد جده بكل النجوم اللي معدي تفرق لما دخل واحد واحد والتحاد جده نفس الوضع هو داخل بين الشطين واحد صفر مش قادر يمسي الكرة على الأهلي الأهلي ضغطه الأهلي عمل عليه مباراة كبيرة جدا ونضيع ضرب الجزاء فدخلوا الشط التاني مضغطين وابتدوا إن هم يهاجموا أكتر وإن هم عايزين يسجلوا في الشط التاني بالزايد في بداية الشط التاني أول ربع ساعة دي كانت مرحلة إن الأهلي لازم يجيب جون لأن المرحلة دي لو الأهلي جاب جون بيتالع لها بلغة الكرة كده هو أكسر عدم الخصر وده اللي حصل لما هل سجل الجون التاني النور التدى تتفك من التحجد وسجل بعدها الهدف الثالث على طول طب خلينا نروح لخط الدفاع تقييمك إيه لخط الدفاع كده لاعب لاعب محمد هاني نبدأ من محمد هاني ومحمد هاني أنا بصراحة استغربه أمام فرق أقل في المستوى محمد هاني بيكون مهتز أمام الفرق الكبيرة تحجد ده بير ميونيخ ريال مدريد كان بيواجه أنت قضاية كده الفترة اللي بيتك محمد هاني طول اللوقت منتقد طول اللوقت منتقد لأن أداءه في أوقات كتير بيبقى مهتز بس في المبارات الكبيرة دي تالت مبارة كبيرة ليه في كأس العالم الأندية بير ميونيخ كان بيلعب أصاده وجابها نارية اثنين من أسرع اللعبة في العالم ألفونسو ديفيس وكينجيس لي كومان اثنين لعيبة أغتقال جدا ولعيبة مهاريين جدا قدري واجههم كويس طبعا مع دعم لعيبة نصف الملعب ماتش ياري مدريد السنة اللي فاتت عمل ماتش كوي جاي بجونت كمان على معتقد في مكسيك جون في أكلام ستي جون في أكلام ستي سنة قبل اللي فاتت وموتان مكسيكي كمان نعم موتان مكسيكي فجيب في مبارح محمد هاني كان مركز جدا على هدفه هو واقف عرفه وبيعمل ليه كويس مش حاسس بضغط وخلى الفريق الجناح اللي بلاقي عليه كونرادو هو الجناح كويس جدا ومناحهم مايس جدا بس محمد هاني كان لعيب كويس قدري يقدر مورا بشكل جاي الاتنين اللي لازم يتركز عليهم فعلا ونتكلم عليهم هم محمد عبد المنع ميسر إبراهيم محمد عبد المنع ميسر إبراهيم حرموا كريم بن زيمة من أهم مميزاته في آخر خمس سنين كريم بن زيمة أهم ميزة ليه وكان بيعملها مع ريال مدريدة على طول بيخرج من منطقة الجزاء يستلم الكرة ويدم ساحة العيد تاني يدخل ويحرك هو الفرقة مبارح كان كريم بن زيمة بيخرج بلاقي ياسر إبراهيم وقف عره طبعا غير الضغط لعيبة نص الملعب لو فيه ضغط على المدفعين مش قادرين يتحركوا بيتحرك مع عمر وانا عطيه اللي أخد منفذ ماتش مبارح فكان الدفاع النادي الأهلي الرباعي كانوا عاملين دورهم على أكمل وجه موجود أحمد نبيل كوكا جنب علي معلول قلل من الضغط على علي معلول طبعا نبيل كوكا عمل أدوار كتير جدا انهو قلل الضغط على علي معلول نقل الفريب الكرة بالكرات القطرية وبعرض الملعب كمان ضغط على لعيبة نص ملعب الاتحاد وفابينيو بالذات اللي هو اللعيب اللي بيحرك الفريق فابينيو هو لعيب دوره بيستلم الكرة من الدفاع ويبتدي يرفع عينه ويتحرك بالفرقة معاه فلما خلاه كان خلاه بيستلم الكرة بيلاقي نبيل كوكا وقف قدامه على طول فبيحرمه انهو يعمل اي حاجة طب قولي هل فوز الاهلي بقى عموما ثلاثة واحد على فريق اتحاد او فريق قوي زي اتحاد جد ده يخلي روحه عالية ومعنوياته عالية للفوز على نص النهائي او فوز في نص النهائي اكيد طبعا تأثيره هيكون ايه تأثيره الناد اللي هيدخل مبارات نص النهائي بمعنويات مرتفعة جدا بفرقة وثقة في نفسها واستعادة ثقاتها بنفسها بعد ما كان الكل بيشكك فيها في اخر شهر هيقدر ان هو يقدم مباراة كبيرة قدام في المنينسي وعينه طبعا عن مباراة نهائي خلاص هو الهدف دلوقتي اللي احلي خد المنينيا البرونزية تلات مرات خدش الفضية قبل كده طبعا الزهبية يكون فيها صعوبة هنواجه الليفل الوحش لا بس يعني نقدار بقى خلاص ان شاء الله نتمنى نتمنى خليك كده متسائل لا اتمنى والله يحسن معجزة عايزة معجزة كبيرة جدا طيب كان في غيابات في صفوف الاهلي زي ريدا سليم كان مصاب وزي محمود متولي دين كانوا مصابين فقل لي كده تأثيرهم ممكن يكون كان شاكله ايه هو التأثير مش كبير لان اللعيبة اللحظة الموجودة قادرة ان هي تعوض الغيابات بالنسبة لمحمود متولي فمحمود متولي هو بيعاني من الاصابات بقاله فترة كبيرة جدا وغيابة عن الاهلي في اكتر من مواجهة مهمة دايما ممكن يلعب مطشين تلات مطشات ويتصاوب واحيان بيلعب مباراة واحدة ويتصاوب ففكرة محمود متولي هو الاهلي معتاد على اصابة محمود متولي فالاهلي بيقدر يتعامل من غيره ريدا سليم هو اللي كان منتظر منه شوية ان هو بيضيف كرياتيفتي للفريق لما تصاب عمل مشكلة بس قدر ان هو يعوضها بتقلق حسين الشحات وبيرسي تاو وامام عشور تحركاته على الجناح اليمين ورا بيرسي تاو دي اللي كان بتعوض غياب ريدا سليم فهو غياب ريدا سليم برضو ما كانش بالتأثير الكبير لان العيبة نص الملعب والجناحين بتوعنا دي الاهلي كانوا في حالتهم مباراة طب المطش اللي جايبة ان شاء الله بعد بكرة هل عيبة الاهلي تفتكر هيكون هده شوية ارهاق ده من مباراة مباراة؟ اكيد بس هو الفكرة ان هما هو مباراة المطش خلص فيه عمليات استشفاء وفيه تأهيل هيبدأوا ان هما يهدوا عصابهم على فكرة العيبة الاهلي مبازلتش موجود بني كبير في مطش تحجده وكان باين على الاداء بتاعهم ان كولر عامل حسابه وباصس على مطش فلومنينسي هو كان يقدر على فكرة مباراة المطش يطلع اكبر من ثلاثة باداء المطش او بتسعين دي ايه كان ممكن الاهلي في شوت تاني بالذات يطلع اكتر من ثلاثة بصف اخر نص ساعة ابتدى يخرج العيبة ويغير نازل أليو ديانج ونازل كريم نيدفيد وابتدى يغيق وطاهر محمد طاهر بيغير اللعيبة العناصة الاساسية بتاعته يخرجه ياخدوا راحة زيادة شوية ويحميهم من الاصابات فده مش هيكون فيه ضغط كبير او مش هيخلي فيه ارهاق كبير عند لعبة الاهلي في مطش فلومنينسي الاهلي دايما بيعود الناس او بيعود جمهوره ان هو ما بيدخل المطش الكبير هو بيقدم كل شيء الاخر ديه كل اللي يقدر عليه وكل اللي اللعبات يقدر عليه بتقدمه الاخر ديه النتيجة بيه مش بتاعته طب بعد المطش ده الطريقة يعني تفتكر الطريقة اللي هيلعب بيها الاهلي امام منشستر سيتي في الفينال هتقول عمزة لا لسه 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 فلومنينسي احنا عايزين نعرف توقعاتك لا منشستر سيتي ما فيكش دفاع هندافع بس الاهلي دافع بس دافع وحاول يخرج يعني باقل الخسائر منشستر سيتي والفرق الاهم والافضل في العالم في اخر خمس سنين بس البعد برده كان متشائم بنفس الطريقة قابل ماتش التحاد جده والاهلي يكسب بنتيجة كبيرة جميل بس فيه فرق اكيد فيه فرق بين منشستر والتحاد جده بس برده ما ننكرش النوع يعني موضوع الامر القائم مفيش خلاف بس احنا هنتكلم على الارض الواقع بالمستويات الحضرة وفروق المستويات وفروق التحضير البدني والراحة اللي هم واخدينها اكتر ان منشستر سيتي ده هيبقى تاني متش يعني على فرض ان الاهلي وصل النهائي ان شاء الله ان شاء الله هيبقى تاني متش لمنشستر سيتي وثالث متش للأهلي فضغط زيادة منشستر سيتي جاي قبل عب يومين اللعيبة عندها استعدادات اكبر للتحمل والضغوطات البدنية تمام فروق مستوى رهيبة طبعا فروق مستوى في الاعداد والتأهيل البدني فالموضوع مش هيكون بنفس القدر اللي كان فيه ماتش تحجد طب اخيرا اننا بقى ايه برنامج بيحب التوقعات جدا انت متوقع فوز الاهلي امام منشستر سيتي يبقى بنسبة كم في المية؟ نسبة نسبة احنا بنقول نسبة اتنين في المية اتنين في المية؟ بصراحة والله كده على فكرة مفيش تفاقل لا لا الروح دي مش عاجبيني لا ده تفاقل ده التفاقل بيني طب مين اهم الاوراق الربحة يعني هيستغلها كالر في الماتش اللي جاي في الماتش اللي جاي هو هيعتمد على نفس التشكيل بتاعه بس هيحاول يغير شوية في طريقته لان اكيد الفريق الفلومينينسي بيلعب بطريقة مختلفة شوية عن التحجده ومدرب فلومينسي بيعتمد على طريقة مختلفة فلن هي بتعتمد اكتر على شغل كرة الصلاة لعب كرة الصلاة فيه بيعمل يحاول يخلق فوضى للخصم اللي قدامه تحرمه ان هو يقرأ لعبه فالموضوع ان هو على الاهل يكون محتاج ان هو يلعب بطريقة مختلفة يعتمد اكتر على الاختراكات من عمق الملعب بين المدافعين ويركز مع مهاجم فلومينينسي لان هو بيسدد من برة التمنتاشر برجل اليمين والشمال وتحركاته خاطفه بيختف المدافعين فتحركاته لو ركزوا عليه وقدروا ان هما يقفوا هيكون الموضوع فيه نسبة شوية للفوض كمان فيه كينو اللي كان بيلعب هنا في بيرامدز الجناح الشمال بتاعهم دي مهمة صعبة لمحمد هاني هيلعب عليه تاني كينو ما ينفعش يتسابلهم صاحة لان لو تسابلهم صاحة يكون فيه ازمة كبيرة للنادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يقدي اداء جيد وبإذن الله رب يكسب منشستر سيتي ان شاء الله ويرجعونا بالسلامة بالسعودية كده فايزين الحمد لله واشكرك شكرا جزيلا ناقد الرياضي عبد الرحمن بدر نوارتني وان شاء الله يا رب كده كل التوفيق للنادي الاهلي وشاهدين خلصة حلقتنا النهاردة استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة ببرناماتكم سباح الورد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة